خليني قبل بداية الحلقة أعني بكل الحزن وفاة الأستاذ العظيم الصحف الكبير الأستاذ مونير عامر الحقيقة أنا مش بنعي عشان هو والد زي منا العزيز شريف عامر بقدر ما هو نعي للمهنة الأستاذ مونير عامر لما لم يتابع كتاباته سواء في الأهرام أو في مؤسسة روزيليس في العريقة أنا باعتبره أنه قائد أركسترا الصحافة المهنية يعني بلا منازع هذا الرجل كان بيكتب للكتابة بيكتب للابداع بيكتب للمهنة بيكتب للإحساس بما يكتب بيكتب للإصلاح بيكتب لفكرة القراءة بيكتب عشان قارئ يقرأ باستمتاع إحنا كتير مننا من الصحافيين حوالي الست تلاف أو السبعة تلاف أو التابنت تلاف عدو في نقابة الصحافيين اللي فيه حوالي مثلا 12-13 ألف 15 ألف واحد بيشتغلوا في المهنة سواء عداء نقابة أو غيره بيكتبوا في المهنة لكن مش كله بيكتب باستمتاع الأستاذ مونير عامر رحمه الله رحمة واسعة هو من ضمن آباء المهنة تشعر أنك تقرأ لأب لك هو مونير عامر فالحقيقة خسارة كبيرة للصحافة خسارة كبيرة للمهنة تأكيد من أول وجديد وتأكيد تاني وتالت ورابع أن روزة اليوسف مش مجرد مؤسسة روزة اليوسف إنجاز التعبير مفرخة روزة دائما تطلع ما بتسكتش ما بتهمتش فيه خط إنتاج مهني خط إنتاج عظيم جوه هذه المؤسسة العريقة مؤسسة روزة اليوسف كل ما تبص الصحفي في هذه المؤسسة وخصوصا من الصحفيين اللي يعني اكتسبوا الخبرة الكبيرة تشعر أنك زي نقول لحضرتك كده أنك قدام مصنع للصحافة هكذا مؤسسة روزة اليوسف العريقة رحمه الله رحمة واسعة الأستاذ مونير عامر وخالص العزاء للاستاذ شريف عامر زمن الحزيز اشتركوا في القناة